اهلا بكم. تعالي نحضر في فيديو النهاردة احلى سنبوسة ممكن تعملوها في البيت حرفيا. هقولك ازاي تعملي سنبوسة حلوة جدا. ما تشربش زيت. العجينة بتاعتها كده من بره ما ارمشها. ازاي ما تفتحش معيك في الزيت لان هو تركية العجينة المصبوطة هي هي اللي ما تفتحش معيك في زيت اول ما تحطيها. كمان هقولك على كزا حاشوة تقدر تستخدمها في السنبوسة حلوة جدا ومختلفة وكمان اقتصادية جدا جدا. عشان تعملي سنبوسة ملهاش حل. كميلي معي ديجو ده لحاد للاخر. للعجينة بتاعتي احتاج خمس كبات من الدقيق. ديق متعدد لاستخدامات عادي جدا. تقدروا طبعا تقليلك كمية بتاع الدقيق لو انتم حابين تقليلك كمية السنبوسة اللي هتعملوها. هضيف معلقة من السكر ومعلقة من الملح. مهم جدا السكر والملح عشان بيزبطوا قوامل العجينة بتاعتي. الملح كمان بيديها تمليحة كده من بره عشان مهما كانت الحشوة اللي جوه ملحها كويس برضو العجينة لازم تكون متملحة كويس. اللي بتهم مع بعض كويس جدا وبعدين هنزل بنص كباية من السمنة. او خليط من السمنة والزيت. بلازبت خالص خليط ما بين سمنة وما بين زيت. او تقدر تحطي الكمية كلها زيت لو مش مطيفر عندك السمنة. هعمل ايه بقى? دلوقتي الخطو دي مهمة جدا انا هفرقهم مع بعض. يعني هفرق الدقيق بتاعي بالمادة الدهنية اللي انا مستخدمها. بعد ما شربها كلها هنزل بمية دافية. مية مس سخنة مغلية. مية دافية. زي اللي بنستخدمها لنكون بنعمل في العجينة فيها خميرة. هنزل بقى بالمية واحدة واحدة. وابدأ قلم العجينة بتاعتي. انا مش محتاجة عجن كتير. لان دي مش عجينة هتخش الفرن فانا مش محتاجة عجين كتير. انا محتاجة بس العجينة بتاعتي تلم وتبقى نعمة. بصوا العجينة بتاعتي عاملة زي بالمنظر ده بالضبط نعمة كده. والعجينة دي بقى اميزة فيها ان احنا ما بنفردهاش على دقيق فانا مش هايزها تبقى ملزاة قوي عايزها تبقى مصبوطة جدا بس هسيب العجينة بتاعتي ترتاح مش اكتر من كده هترتاح بس يعني ربع ساعة تلت ساعة عشان بس تتفرد معي تتفرد معي بسهولة انا مش بخمر تعالوا بقى انجهز اكتر حشوة جبنة اقتصادية جبن القريش جبن القريش يا جماعة في الحشو بتاع السنبوسة والحاجات دي بتبقى حلوة جدا انا مستخدمها قطع من الجبن القريش ههرسها كويس جدا عايزين قومها يبقى كريمي شوية تقدر اضيفه عليها لبن رشية رشة من الملح وهضيف بصه يعني تقريبا مع علاقة واحدة بس من اللبن عشان اهرسها مع بعضها كده وتديني قوام كريمي شوية لان الجبنة بتاعتي كانت نشفة جدا لان وقت الجبنة بيبقى فيها نسبة مية وقت بتبقى نشفة جدا فيعني خلوها بالمنظر ده بالضبط وضفت عليها رشة الملح دي عشان تملح الجبنة بتاعتي شوية هاخد بقى نص الكمية هاضيف عليها هاضيف على النص التاني بقدونس حلوة بقى الجبنة بالبقدونس دي بتبقى حلوة جدا انتظروا تبدلوا البقدونس ده بنعنيع برضو بيبقى حلوة جدا وعلى التانية هاضيف رشة من حبة البركة بقيت ده الحشوات بتاعتي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت عشان تختاروا اللي انتوا عايزين وانا عامل حشوة هندي بالبطاطس والبسلة واللحم وعمل حشوة اللحمة المغسطاجة العادية هاخد بقى العجينة بتاعتي وهبدأ اقسم العجينة عشان افردها اهم بقى خطوة بالنسبة لي احنا ما بنفردش على دقيق خالص لا دقيق ولا زيت ولا اي حاجة ده دليل على ان العجينة بتاعتك ناكحة انها هتتفرد بمنتاز سهولة وهتتفرد على سطح بصة معلوش اي حاجة وفي نفس الوقت مش هتلزق سمك بقى العجينة انا عايزها رؤية بس تميش الرؤية اللي هي لدرجة انك تحط فيها الحشوة في تقطع هاتوا بقى اي حاجة مدورة عندكم في الدنيا وبدأوا قطعوها على شكل دويل اه كوباية مج اي حاجة غطا غطا برطمان اي حاجة هاخد بقى دي وبقى هوريكو كزا طريقة لتقفلها انا عندي دي اللي هي اللي بتقفل السامبوسة قريدي دي سهلة جدا بقى وبتسهل الدنيا بتحطها وتقفلي وبتقفل حلو جدا العجينة حطت جوها حشوة لحمة المفرومة وقفلت عليها كويس جدا وبشيل الزوايد منها وتأكد انها بقى تقفلت كويس جدا بصوا العجينة دي استحالة تفتح منك في الزيت لان العجينة اللي هي ما فيها عشلة خميرة وهي فيها نسبة كبيرة من الدسم مش هتفتح منك ابدا بصوا ده الشكل الاولاني اللي هو بيتعامل بالقطاع بتاعة السامبوسة تعالوا بقى وريكوا الشكل التاني هجيب وهحطوا برضو اللحمة وعلى قدية كل حاجة بعملها على قدية بقى تقدروا تحطوها على الترابيزة لو انتم اول مرة تعملوها وقفلوا بقى كويس جدا بايدك وقفلي كويس جدا جدا وتأكدوا انهم ايه لزقوا في بعض انت اصلا بمجرد ما بتضغطيهم في بعض بتلاقيهم لزقوا تماما بعيد عليهم مرة واتنين عشان هتأكد انهم ايه تقفلت كويس بس وبجيب دي لجوه دي بقى طريقة ممتي وطريقة جدتي دي الطريقة بصوا القديمة الاساسية بجيب بشد البرة وبضغط لجوه بالمنظر ده بالزبط في السندوق الوصفة تحت هسيبلوكو كمان طريقة تشكيل تاني على شكل مسلسات كده شبه السامبوسة الهين دي بالزبط هقفل بقى كويس جدا اهو ودي تالت واحدة بصوا بقى دي بالنسبة لي كانت احلى واحدة شكلها كده مختلف جديد وبالشوكة وبقى اديها الشكل ده وبعدين بامسكها القدية وبحرفز الشوكة من ناحية التانية او بسكينة او بسكينة مطبخ اي حاجة المهم ان انا اديها الشكل ده دي كانت كيوت جدا وعجبتني جدا جدا حلو بقى انك تقسمي الاشكال دي لو انتي هتعملك كمية دي مسلا جزء بالجبنة جزء باللحمة جزء بخلطة جبن معينة يعني لو هتقسميها كل شكل بقى عمليه بحشوة معينة عشان في الاخر لما اندخلهم الفريزر بقى انيجي انطلاهم بننسى اصلا كل حاجة احنا عملناها فانا بقى عمليه بقى باخد من كل شكل جزء يعني بنسى انا حطيت ايه في ايه في ايه بصوا دي انا بوريها لكم تاني عشان اي ممكن دي اكتر واحدة فيهم اه صعبة شوية بس كده بصوا المنظر عامل زي دي انا بحبها جدا جدا المنطي بتعملها كده بس دي الاشكال بتاعتي كلها انا هعمل الكمية بتاعتي كلها بس مش هحمرها كلها هشيلها في الفريزر بحطها في الفريزر بما بينها اكيس وبدخلها الفريزر عايز اقول لكم بتعط بالشهر وبالتنين شهرين تلاتة كمان زي ما هي حلوة جدا وعايز اقول لك لما بتعط كمان بتبقى احلى بحمر بقى في زيت غزير ويكون سخر غزير جدا يعني حتى اكتر من اللي انا حطانه مهم السامبوسة كلها تبقى متغطية بالزيت وبفضل اقلب فيها وتأكد كده ان الزيت واصل لكل قطعة في السامبوسة اول ما حس انها بدأت تاخد لون كده بقلبها على الناحية التانية بصوا بقى اللون فزيع جدا واحلى حاجة في العجينة دي نها بتشربش زيت خالص يعني السامبوسة اللي احنا بنجيبها منبرة شوية بتشرب زيت مهما عمانة حتى لما بنسويها في الفرن برضو ما بتدينيش برضو نفس قوام السامبوسة المحمرة بس دي بقى بالنسبة لي حلوة جدا ما بتشربش زيت خالص وبطلع على مصفة انا بطلع الحاجات دي على مصفة اي حاجة كده مقرمشة وبطلع بطلعها على مصفة لحد ما تصفي كل الزيت الزيادة اللي فيها وهتكلي احلى سامبوسة كلتها في البيت حلوة جدا جدا نجربوا الجبن القريش ولو انتوا حتى حابين تضيفوا على الجبن القريش حاجة تانية يعني سيء مثلا انتوا حبوا السامبوسة بالجبن الرومي فممكن تضيفوا الجبن الرومي عليها وتضربوهم في الكابة مع بعض هتقطر لكمية الجبن الرومي من غير ما تتقديمي كمية كبيرة عشان هي اصلا كل حاجة بقت غلي عيان تضيف عليها جبنة شيدر تضيف عليها جبنة كريمي تضيف عليها اي حاجة تانية وعايز اقول لكم بقى كمية الحشوات اللي ممكن تتحشي في السامبوسة لا حصرة لا سندق الوصفة تحت هكتب لكم المقادير بالزبط مقادير العجينة ومقادير الحشوة وهكتب لكم كمان مقادير كاسة حشوة تقدروا تحشي بي السامبوسة علشان يبقى عندكم اختيارات كتيرة جدا اتمنى الوصفة دي تكون عجبتكم اتمنى تجربوها وتقول لكم فيها ايه بتنسوش تكتبوا لي في الكومنتيات رأيكم في الوصفة او عن اي وصفات تانية عايزين نعملها لكم والوصفة دي بالتحديد دي ياريت تجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه لانها من الوصفة السامبوسة دي من احلى الوصفات اللي انا بحبها جدا ومعتمديها من زمان وتقريبا كل رمضان بعمل منها كمية وبشيلها في الفوريزر وبستعليكها طول رمضان واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة وباي باي